اكتشاف أثري في منطقة الأهرامات يثبت صدق القرآن العظيم وكيف تنبأ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بوجود أنهار في منطقة مصر القديمة سنتأمل اليوم أيها الأحبة هذا النهر الخطير الذي دفن تحت الرمال قبل ألاف سنين اكتشفه العلماء قبل أيام قليلة فقط وجاء دليلا وبرهانا على صدق القرآن وأنه تحدث عن هذه الأنهار قبل أكثر من 1400 سنة حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة في الله كل يوم هناك اكتشاف علمي يؤيد ويؤكد ويبرهن أن القرآن العظيم أولا فيه إعجاز ثانيا محفوظ برعاية الله ثالثا أنه تحدث عن كل شيء الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب مي شيء اكتشاف اليوم الحقيقة تم قبل أيام قليلة في منتصف الشهر الحالي شهر أربعة 2024 هذا الاكتشاف غريب جدا من نوعه واستغرق عدة سنوات استخدم العلماء الأقبار الاصطناعية أخذوا عينات من مناطق محيطة بالأهرامات من الترمة بالإضافة لدراسة غبار الطلع الموجود هناك القديم الذي يعود تاريخه لألف سنين بالإضافة لدراسة الآثار الموجودة هناك عدد كبير من العلماء شاركوا في عدة دراسات قادتهم أخيرا أن هناك نهر كبير جدا ربما يمتد لعشرات الكيلومترات أكثر من ستين كيلومتر بعرض يصل إلى سبعمائة متر كان موجود في منطقة الأهرامات فكان يملأ المنطقة بالخضار بالنباتات بالأزهار يملأها بالحياة يملأ هذه المنطقة بالزروع وبالتالي انتبه معي أخي الحبيب قبل أن أكمل فقط أريد أن نتأمل هذا الاكتشاف هذا طبعا هنا موقع ناشونال جيوغرافيك فقط أريد أن نتأمل هذا الاكتشاف هنا من موقع ناشونال جيوغرافيك الموقع يقول العلماء وجدوا أدلة على وجود ممر ماء ضخم أو قديم بجوار أهرامات مصر طبعا هذه الدراسة مفاجئة بالنسبة للعلماء لأن الوضع في ذلك يعني الإنسان عندما يرى منطقة الأهرامات حقيقة لا يتصور للحظة أن هذه المنطقة كانت زروعا وأنهارا وأشجار لا يتصور ذلك صحراء يعني واضح واضحة المعالم وبالتالي مثل هذا الاكتشاف يصحح نظرتنا لتاريخ الفراعنة يعني فرعون كيف كان يعيش كان يعيش على هذه الرمال لا كانت المنطقة مزدهرة جدا بالحياة والطيور والنباتات والحيوانات والأسماك وغير ذلك طبعا هذه هنا الباحثة التي قامت بهذه الدراسة مع فريق البحث واستخدموا طبعا تقنيات هنا العلماء يقومون بأخذ عينات من تربة التربة المحيطة بالأهرامات طبعا قالوا لو لا هذا النهر لم يتمكن الفراعنة من بناء الأهرامات لأنها تحتاج إلى ماء بغض النظر عن طريقة البناء منهم من يقول إنهم نقلوا الحجارة بالعبر النهر والنظرية الأكثر قبولا بالنسبة لي وهي صحيحة قرآنيا أن الأهرامات بنيت أصلا من الحجارة الكلسية المتوفرة في هذه المنطقة تم خلطها بطريقة فنية وسرية خلطة كيميائية من الحجارة الكلسية والماء وبعض المواد الكيميائية التي تعطي هذه الصخور الناتجة الصلابة ويتم استخدام الحرارة أيضا لإكسابها أيضا مزيد من الصلابة والتماسك لدرجة أن هذه الأهرامات عبر هذا النهر بنيت على مدى ألف سنة يعني قبل أربعة آلاف وسبعمائة سنة إلى سلاسة آلاف وسبعمائة سنة عبر هذه الألف سنة بنيت الأهرامات وكانت هذه الأهرامات مدافن للملوك ودليل السراء ودليل على القوة ودليل على الألوهية أو الحياة الخالدة كما يعتقدون ولكن كل هذا طبعا أساطير لأنهم كلهم ماتوا ولم يعد منهم ولا واحد للحياة كما كانوا يظنون وبالتالي أخي الحبيب مثل هذه الأنهار طبعا هذا نهر وهناك شبكة من الأنهار موجودة ولكن الاكتشافات تأتي سنة بعد أخرى أنا لدي هنا آية في القرآن الكريم قبل أن نكمل الدراسة لابد أن نتأمل هذه الآية انظر معي أخي الحبيب ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي هنا أيها الأنهار انتبه معي أخي الحبيب وهذه الأنهار هنا تجري من تحتي أفلا تبصرون طيب بالله عليكم سؤال فقط منطقي لكل من يشكك بهذا القرآن أين كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام أنتم تزعمون أن النبي هو كاتب القرآن كان يعيش في صحراء الجزيرة العربية لم يكن إنسان واحد في ذلك الوقت لا في الحضارة الرومانية ولا اليونانية ولا الهندية ولا الصينية يعلم شيئا عن أنهار مصر القديمة فعندما تحدث القرآن عن فرعون وصف لنا الثراء الذي يعيشه ذلك الطاغية عندما قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون كان يتفاخر بهذه الأنهار إذن مصر قديما قبل أكثر من سلاسة آلاف وأربعين وخمسة آلاف سنة كانت تزدهر أشبه بأوروبا اليوم أو بغابات الأمازون كان فيها أنهار وأمطار غزيرة وتنوع هائل من الحيوانات والنباتات والطيور والأسماك وغير ذلك طب هذه المعلومة على الرغم من بساطتها بالنسبة للقرن السابع الميلادي عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذه معلومة جديدة غير موجودة قد تجدها في الآثار القديمة ولكن هذه الآثار المدونة لم تكشف إلا في العصر الحديث النبي لم يأتي إلى مصر أصلا ولم يشاهد هذه ولو جاء لما وجد هذا النهر لأن هذا النهر يعود تاريخه لحدود أربعة آلاف سنة أو أربعة آلاف وسبعمائة سنة النبي بعث قبل ألف وأربعمائة سنة يعني قبل بعثة النبي تقريبا بثلاثة آلاف سنة أو أكثر وبالتالي لا يمكن منطقيا لأحد أن يتنبأ بوجود هذه الأنهار النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ طبعا ليس هو كلام الله هذا أخي الحبيب النبي تنبأ بعلم من الله الله هو الذي علمه لذلك هذه الآية أحبتي في الله هي دليل على أعجاز القرآن ودليل على أن هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة الذين كتبوا القرآن كما يزعمون لا لا هذا الدليل مادي ملموس أمامنا اليوم وهذه الدراسة العلمية كما نشاهد أمامنا هنا أحبتي في الله يعني أنظر إلى منطقة الأهرامات وهذه الحجارة التي أغلب الظن بنيت من طين كما أكد ذلك باحث فرنسي وجامعات أمريكية قامت بهذه الدراسة وأثبتتها تقريبا ولكن للأسف بعض العلماء لا يعترف بذلك يريد أن يعطي يعني صورة عن الفراعنة أنهم آلهة مثلا وإلى الحقيقة هذه الحجارة صبت من الطين كما قلنا وتم وضعها في قوالب كان العامل يصعد بالقالب الخشب يضعه ويصب كما نصب الإسمنت الآن المسلح يضع فيه هذه المواد يفرغ هذه الحجارة الكلسية بعد مسجها بالماء ويستخدمون الحرارة بطريقة ما حتى الآن غير معروف يعني الطريقة التي استخدموها لأن الفراعنة كما تعلمون كان لديهم أسرار كثيرة كيميائية كانوا متفوقون كانوا متفوقين في علم التحنيط في علم الكيمياء في علم البناء في هندسة البناء كان لديهم علم قوي جدا حتى الآن العلماء فشلوا في معرفة أسراري حتى الآن تصوروا فمثل هذا العلم الذي امتلكوه وبقي سرا حتى العصر الحديث القرآن كشفه لنا دعني أبحث معك عن الآية الكريمة التي تتحدث عن أن فرعون استخدم الطين عندما قال يا هامانو أو قدلي على الطين يا هامانو أو قدلي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إذن هذه الآية هنا أخي الحبيب وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامانو على الطين أريدك أن تدقق هذه الكريمة أخي الحبيب فأوقد لي يا هامانو على الطين ماذا فاجعل لي صرحا لعلي بسم الله لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين تنبأ القرآن بأن هذه الصرح ما هو الصرح في اللغة الصرح كل بناء مرتفع في ذلك الوقت كما تقول الدراسات العلمية الصروح الأكثر ارتفاعا قبل أربعة آلاف سنة كانت هي الأهرامات يعني أعلى نقطة عن سطح الأرض كبناء يعني كانت الأهرامات فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف تمكن من التنبأ أن فرعون استخدم الطين الطين هو التراب والماء أو قدلي باستخدام الحرارة أو قدلي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا يعني حتى هناك تماثيل عملاقة العلماء حتى الآن احتاروا كيف بنيت من صخور الحقيقة تم بناءها من الطين وهناك قوالب طبعا كانوا يضعونها قوالب خشبية فالنظرية الأكثر قبولا بالنسبة للعقل والمنطق أن هذا العامل كان يصعد مئة متر مثلا نحن نعلم أن ارتفاع الهرم الأكبر بحدود مئة وخمسين متر كان يصعد مئة متر بقالب خشب سهل ويصعد بكميات من الطين صغيرة يصبها طبعا مع المواد والغير ذلك وينتظر حتى تجف ثم ينزع هذه هذه الأخشاب ثم يصب الحجر الثاني والثالث وهكذا فهذه الطريقة أكثر منطقية من أن تقول مثلا والله هناك طريقة كان العمال يرفعون حجر يزن خمسة طن خمسة ألاف كيلوغرام إلى ارتفاع مئة وخمسين متر هذا الشيء غير عملي لأن أجسام الفراعنة كانت كأجسامنا والجثث المحنطة تثبت ذلك لم يكنوا عمالقة مثلا لديهم قوى خارقة لا تمتعوا بقوة وبهندسة بناء وبعلم غزير ولكن كانت أحجامهم تشبه أحجامنا اليوم إذن أخي الحبيب ملخص لهذا اللقاء أول شيء هذا الاكتشاف الذي أثبت وجود أنهار أو نهر كبير في تلك المنطقة حيث كان الفراعنة وحديث القرآن عنه يثبت أن القرآن كلام الله أن الله سبحانه وتعالى قال وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ بعد 1400 سنة نحن الآن علمنا نبأ هذه الآية عندما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون طيب بالله عليكم هذه السورة سورة هذه السورة التي وردت في هذه الآية سورة مكية النبي في مكة كان منشغلا بإقناع الناس بلا إله إلا الله يريد أن يخرجهم من عبادة الأصنم طيب يعني هل كان في دماغه وقتها أن يحدثهم عن أمور تاريخية لا تعود عليه بالنفع في دعوته هذا لو كان كاذبا كما يقولون لأن الملحدين والمستشرقين يقولون إن النبي هو الذي كتب القرآن طيب كيف كتب هذه الآية وأشار إلى وجود أنهار قبل آلاف سنين يعني هذا يدل على أنه كلام الله لأن هذه المعلومة لا يمكن لبشر أن يعلمها قبل 1400 سنة في القرن السابع الميلادي الشيء الثاني معلومة بناء الأهرامات منطين سواء تتفق أو تختلف ولكن هي نظرية مطروحة وتم إثباتها وهي منطقية القرآن أشار إليها كيف تنبأ النبي بأنه بهندسة بناء هذه الصروح فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إلهي موسى كان يظن أنه إذا صعد إلى أعلى الهرم أنه سيرى الله سبحانه وتعالى انظر إلى هذا التفكير الغريب هذا الشيء والشيء الثاني أخي الحبيب النبي لم يكن متفرغا لي الحديث عن فرعون أو الحديث عن الماضي وأن يأتي بحقائق لأن لأن العمل المهم كان بالنسبة له هو الدعوة إلى الله طيب ماذا لو كان النبي يريد النساء كما يقولون والشهرة والمجد ويريد الحرب ويريد السيطرة طيب ماذا يستفيد من هذا الكلام ولا شيء لماذا يتعب نفسه فكل هذه الدلائل والبراهيم تؤكد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكل يوم هناك اكتشاف جديد يثبت هذه الحقيقة أن هذا القرآن هو كلام الله الذي قال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن هو الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق